أرى الله في الزهور وأنتم ترونه في القبور كان هذا هو المنشور الأخير لعمر محمد باطويل قبل العثور على جثته مرمية في خط التسعين بالمنصورة محافظة عدن لتثير هذه الجريمة موجة سخط لدى الكثيرين بعد أن تم تقييدها ضد مجهول وبحسب أصدقائه كان عمر الشاب الحضرمي المولود في عدن يحمل فكرا ناضقا فكثيرا ما كان يقرأ وكثيرا ما كان مناهضا لخطاب الجماعات العقائدية المسلحة بمنشورات تدعو للسلام والمحبة ومناهضة التطرف الأصولي مؤمنا بفكرة أن مشاريع الحياة والفن والفلسفة وحدها من ستجفف منابع الإرهاب والموت في عدن موجة الاستنكار من هذه الجريمة هي الأخرى لم تتوقف عند الشارع الجنوبي قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي استهجانا بدى واضحا في صفحات العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية موضحين أن المعركة ضد التكفير هي المعركة الحتمية التي يجب أن ينتصر فيها المجتمع على مشاريع الموت ككل إذن هي معركة ضد التوحش العقائد معركة وعي تنوير ضد انغلاق معركة حب ضد كراهية معركة تطرف ضد اعتدال هذا ما كان يريد إيصاله عمر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهذه هي الرسالة التي حفرها في جدار الذاكرة المجتمعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر